الخمس الطيب في عصر حضور الأئمة ما بين توسعة دائرته وتضييقها في الصفحة الحادية والخمسين بعد الثلاثمائة من المصدر نفسه من الجزء السادس من وسائل الشيعة الحديث الثامن بسنده بسند الحر العاملي صاحب الوسائل عن عبد الله بن سنان شخصية شعية مرموقة من أصحاب إمامنا الصادق صلوات الله عليه عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس اكتسب بالعمل والسعي وأما غنم فإن الغنيمة قد تكون في الحرب وقد تكون في السلم أيضا الغنيمة ما يمكن الحصول عليه بسهولة قطعا هذا المعنى الأول للغنيمة ولذا يقال للأموال التي يحصل عليها المقاتلون من أنهم حصلوا عليها بسهولة قد يقول قائل من أنهم قاتلوا وسفكوا الدماء هم لم يقاتلوا لأجل أن يحصلوا هذه الأموال هم قاتلوا إما لهدف عندهم أو قاتلوا دفاعا عن أنفسهم فلما انهزم العدو هناك غنائم هذه الغنائم نالوها بسهولة من هنا فإن الأشياء التي يحصل عليها المقاتلون في الحرب يقال لها غنيمة غنموها لأنهم حصلوا عليها بسهولة الهدية غنيمة وحتى الكسب في الأفق الثاني لمعنى الغنيمة هو ما يغتنم في الحياة ما يغتنمه الإنسان ما يحصله في الحياة على أي حال نحن والرواية على كل مرئ غنم أو اكتسب الخمس إذا كان قد حصل على غنيمة أو حصل على ثمار عمل اكتسابي على كل مرئ غنم أو اكتسب الخمس مما أصابه مما أصابه مما وصل إليه من الغنيمة أو من الكسب لفاطمة عليها السلام ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحججي على الناس وهذا إشعار واضح بإمامتها لا أريد أن أتناول هذا الموضوع لكن الرواية تشعر بإمامتها بشكل واضح على كل مرئ غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب مما أصابه من غنيمة أو مكسب لفاطمة عليها السلام ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها يلي أمرها من بعدها أي أمر هذا إنه أمر الإمام ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها كيف وصفت الرواية ذريتها من ذريتها الحجج على الناس وإمامنا الحسن العسكري هو الذي يقول فاطمة أمنا حجة علينا ونحن حجج الله على الخلق الرواية واضحة جدا أنا لا أريد أن أتناول هذا الموضوع في هذه العجالة إلا أنني أذكركم أذكر الذين يتابعون برامجي أن يعودوا إلى دراسة هذا الموضوع لأن الطوسيين اللعناء ينكرون إمامة فاطمة ألا لعنة الله على دينهم وعلى عقيدتهم القذرة على كل مرء غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب مما أصاب من غنيمة أو مكسب لفاطمة عليها السلام ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس فذاك لهم خاصة هذا هو الذي أقوله من أن الخمس للمعصوم للإمام المعصوم وليس للهاشميين الإمام المعصوم هو الذي يمنح الهاشميين لسان الروايات واضح وصريح هؤلاء الطوسيون إما لجهلهم وإما يريدون أن يسرقوا تحت هذه الفتاوى حيث يقسمون الخمس إلى شطرين سهم الإمام وسهم الهاشميين قد يقول قائل من أن هذا موجود في الروايات هذا موجود في الروايات كشرح لما كان يقوم به أئمتنا في مناصفة الهاشميين في موضوع الخمس لحاجة الهاشميين وإلا ليس منطقيا أن يمنح الهاشميون عشرة بالمئة من أرباح اقتصاد العالم حينما تشرع التشريعات فإن التشريع يأخذ بنظر الاعتبار المسألة في إطارها الحقيقي وليس في إطارها الخارجي الحسي هل أن الناس يعطون للهاشميين أو لا يعطون هذا حكم الحكم يكون ناظرا للأمر الحقيقي للحالة الحقيقية بغض النظر التزم الناس بذلك أم لم يلتزموا ليس منطقيا أن عشرة بالمئة من أرباح الاقتصاد العالمي يكون حقا للهاشميين لمجرد أنهم هاشميون هذا تمييز عنصري هذا تفريق فيما بين الناس هل يعقل أن رسول الله يقوم بهذا وهل يعقل أن دين العدالة ودين الحقيقة ودين الإنصاف يقر هذا الخمس للإمام المعصوم هذا معصوم لنناقش في شأنه وأموره هذا معصوم ما يفعله هو الذي يريده الله من أطاعكم من أطاع المعصومين من أطاعكم أطاع الله ومن عصاكم عصى الله الإسلام هكذا هو تعريفه الإسلام هو التسليم التسليم لمن التسليم للإمام المعصوم كل أمة في زمانها فحينما نقول من أن الخمس للمعصوم الخمس للمعصوم المعصوم معصوم في تصرفاته أما أن يمنح الهاشميون عشرة بالمئة من أرباح الاقتصاد العالمي كيف يقبل هذا ولذا فإن المعصوم هو الذي يعطي للهاشميين إذا ما رجعنا إلى أحاديثنا فإن الأحاديث تأمرنا بدفع الخمس للمعصوم فقط إلا إذا نصب المعصوم وكيلا من قبله قد يكون هاشميا قد لا يكون هاشميا هذا أمر راجع للمعصوم لا يوجد عندنا من أننا ندفع الأخماس للهاشميين نحن ندفع الأخماس للمعصوم أو لوكيله إذا أراد مننا أن ندفع الأخماس لوكيله المعصوم هو صاحب الخمس هو يعطي الهاشميين يريد أن يعطيهم كل المال هذا أمره وأمره معصوم يريد أن يعطيهم نصفه الأمر راجع إليه يريد أن ينقص عن النصف أو يزيد على النصف الأمر راجع إليه يريد أن يمنع العطاء عنهم الأمر راجع إليه إلا أن الظروف التأريخية والملابسات الموضوعية التي كانت تحيط بحياة الهاشميين زمان الأئمة في عصر الحضور الحل لها بما فعل المعصوم أن منحهم نصف الخمس وقطعا هذا لم يكن على طول الخط فما جاء من روايات تتحدث عن أن الخمس شطر للإمام وشطر للهاشميين هذا ما كان يفعله الإمام بحسب الظروف والملابسات التي كانت تحيط بحياة الهاشميين أنا لا أريد أن أتشعب كثيرا في هذا الموضوع هذه الحلقات ما هي بحلقات متخصصة في كل تفاصيل وأجزاء وحيثيات موضوع الخمس ما أعرضه لكم من حقائق لأجل أن أضعكم في صورة من ثقافة الخمس بشكل إجمالي كي أتناول موضوع موضوع سرقة الخمس من قبل المراجع الطوسيين الموضوع الأصل هو هذا أنا أتحدث عن منظومة طيب الولادة ومنظومة خفث الولادة وهذا الموضوع موضوع الخمس الطيب والخمس السحت يرتبط بحديث عن هاتين المنظومتين على أي حال أعود إلى الروايات والأحادي عن عبد الله بن سنان قال قال الصادق صلوات الله عليه على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لمن لفاطمة عليها السلام ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس فذاك لهم خاصة للأئمة المعصومين فقط للمعصومين الأربعة عشر فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاء المال مالهم تقسيم الخمس إلى الشطرين إلى شطر الإمام وشطر الهاشميين هذا الكلام ليس صحيحا الخمس للإمام وهو الذي يعطي وهو الذي يمنع فما أفتى به المراجع الطوسيون إما أن يكون أسلوبا للسرقة وإما أن يكون تضييعا لحكم الإمام حينما حكم الإمام بإباحة الخمس وتحليله فقالوا الإمام أباح الشطر الذي يرتبط به أما شطر الهاشميين فهو باق عملية شيطانية لتحريف الحقائق وتحريف الأحكام سنعود إلى هذه القضية وإلى أكاذيب مراجع النجف وكربل إلى هؤلاء اللصوص الأنجاس إلى هؤلاء الحقراء الأنذال الذين يحرفون أحكام إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه فذاك لهم خاصة لمن للمعصومين الأربعة عشر لفاطمة عليها السلام ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس كلام كلام واضح في إمامة فاطمة وإمامة ولدها من بعدها فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاءوا وحرم عليهم الصدقة هذه الصدقة الزكاة الواجبة الزكاة الواجبة زكاة الحيوانات والمزروعات والنقدين الذهب والفضة ويضاف إليها زكاة الفطرة التي تدفع في شهر الصيام وحرم عليهم الصدقة حتى الخياط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق الدانق عملة صغيرة جدا هي أصغر عملة في الزمن العباسي ومن هنا قيل لأبي جعفر المنصور قيل له الدوانيق لأنه كان بخيلا جدا كان حقيرا فكان يحاسب العمال يحاسبهم على الدانق وما هو أقل من الدانق فأسماه الناس بالدوانيق هذا الاسم كان يطلق عليه سرا فيما فيما بين الناس لشدة بخله وخسته وحقارته هو ابن سلامة العاهرة كانت بخيلة في أموالها لكنها كانت كريمة في غير شيء في أشياء أخرى ولذا فإن إمامنا الصادق كان يكنيه فيما بين شيعة بأبي سلام إذا ما قرأتم في الأحاديث عن إمامنا الصادق يتحدث عن أبي سلام إنه الدوانيق أهلعين سلامة هذه كانت بخيلة بدوانيقها ولكنها كانت كريمة بما عندها حتى الخياط لا يخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا من هدانق إلا من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة تلاحظون تلاحظون أن الكلام يذهب يذهب ويعود إلى منظومة طيب الولادة وخبثها من هنا كان الحديث في أول الحلقات قد أسسته على هذا على منظومتين منظومة طيب الولادة ومنظومة خبث الولادة وشققت الكلام شيئا فشيئا حتى وصلنا إلى هنا حتى الخياط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق إلا من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة إنه ليس من شيء عند الله يوم القيامة أعظم من الزنا أعظم من الزنا الذي يترتب عليه أن يولد المولود من هذا العمل هذا هو الزنا الأعظم الزنا الذي لا يتولد منه الولاد يكون أهوا من الزنا الذي يتولد منه الولاد المشكلة الكبرى والعظم في الزنا الذي يتولد منه الولاد الذي لا يتولد منه الولاد هو الزنا أيضا لكنه يكون أهون من الزنا الذي يتولد منه ولد الزنا الإمام يتحدث هنا عن الزنا الذي يتولد منه الولد إنه ليس من شيء عند الله يوم القيامة أعظم من الزنا وتذكروا التلقيح الصناعي الذي يفتي به مراجع النجاف إنه ليس من شيء عند الله يوم القيامة أعظم من الزنا إنه ليقوم صاحب الخمس من هو صاحب الخمس ما قال أصحاب الخمس الهاشميون هناك صاحب وهو الإمام المعصوم هو صاحب الزمان هو صاحب الأمر هو صاحب الخمس هذا هو صاحب الخمس هو نفسه صاحب الزمان صاحب الوقت وصاحب المكان وصاحب الأمر هو هو بنفسه هو صاحب الخمس إنه ليقوم صاحب الخمس فيقول يا رب سل هؤلاء سل هؤلاء بما أبيح من الذي أباح لهم أموالنا وحقوقنا من نواصب سقيفة بني ساعدة أو من نواصب سقيفة بني طوسي على أي أحساس على أي أحساس استباحوا أموالنا وأخذوها وما رجعوا إلينا كي يعرفوا ماذا نقول وماذا نفعل بأموالنا همو همو من عند أنفسهم تصرفوا سقيفة بني ساعدة سرقت الخمس سقيفة بني طوسي سرقت الخمس ولكن بتشريع مكذوب بتشريع مفترا فإمامنا فإمامنا شرع ما شرع للخمس وهم خالفوه بدرجة كاملة الحديث التاسع عن الريان ابن الصلت قال كتبت إلى أبي محمد ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحى أرض في قطيعة اللي وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة فكتب يجب عليك فيه الخمس إن شاء الله تعالى كتبت إلى أبي محمد إلى إمامنا الحسن العسكري الريان ابن الصلت يكتب إلى إمامنا الحسن العسكري كتبت إلى أبي محمد إنه الحسن العسكري ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحى أرض في قطيعة اللي الغلة الحاصل في غلة رحى أرض عنده رحى مطحنة في غلة رحى أرض في قطيعة اللي القطيعة المقاطعة ما يقال لها في زماننا المقاطعة مقاطعة زراعية ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحى أرض في قطيعة اللي وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة يبدو أن القطيعة واسعة وفي جهة منها هناك هور فيه بردي وقصب وسمك فكتب يجب عليك فيه الخمس إن شاء الله تعالى الأمر واضح وصريح أذهب إلى الحديث العاشر من الصفحة نفسها بسنده بسند صاحب الوسائل الحر العامل عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال كتبت إليه أبو بصير يكتب إلى الإمام الصادق كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه مولاه إما المراد كان عبدا عنده وأعتقه وصار يكتشب الأموال وإما المراد مولاه من له صلة به صلة صداقة صلة قرابة فهو يواليه كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ ألفي درهم أو أقل أو أكثر هل عليه فيها الخمس فكتب عليه السلام إمامنا الصادق الخمس في ذلك وعن الرجل أيضا أبو بصير كتب هذا السؤال ووجهه إلى الإمام الصادق وعن الرجل يكون في داره البستان المراد من البستان الأرض المزروعة التي تسيج بسياج ما سيج من الأرض يقال له البستان وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال إنما يبيع منه الشيء بمئة درهم أو خمسين درهم هل عليه الخمس فكتب أما ما أكله فلا هذه مؤونته حاجته في حياته اليومية وأما البيع فنعم هو كسائر الضياء صحيح هذا البستان هذه الحديقة ملحقة ببيته لكنه تكسب منها مالا الروايات واضحة صريحة هنا في تضييق دائرة الخمس في الصفحة الخمسين بعد الثلاثمئة إنه الحديث السادس من الباب الثامن بسنده عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان عن سماعة قال سألت أبا الحسن قال سألت أبا الحسن إنه إمامنا الكاظم صلوات الله عليه عن الخمس فقال في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير قطعا بعد المؤونة بعد مصارف العمل وبعد مصارف الحياة اليومية سماعة يسأل إمامنا الكاظم عن الخمس فقال في كل ما أفاده الناس من قليل أو كثير هذه عملية تضييق لدائرة الخمس ويمكن أن أقول إنها عملية توسيع لدائرة الخمس لكنني وصفتها بالتضييق لأن الأمر مضيق جدا فإن الخمس واجب في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير كما يقول إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه هذا هذا في ظرف من الظروف في ظرف آخر من الباب نفسه وفي الصفحة التاسعة والأربعين بعد الثلاثمئة الحديث الرابع وعنه عن علي بن مهزيار قال كتب إليه كتب إلى الإمام الهادي معرفة دلالة الضمائر من خلال الأحاديث المتقدمة وعنه عن علي بن مهزيار قال كتب إليه كتب إلى الإمام الهادي إبراهيم بن محمد الهمداني أقرأني علي كتاب أبيك علي بن مهزيار قرأ كتاب الإمام الجواد على إبراهيم هذا وإبراهيم كتب إلى الإمام الهادي بهذا الخصوص أقرأني علي كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياء الضياء الحقول البساتين المزارع أنه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة لم يوجب عليهم حتى نصف الخمس حول الخمس إلى سدس وأوجب عليهم نصف السدس الإمام الجواد فتلاحظون أن دائرة الخمس صارت محدودة هنا وأنه ليس على من لم يقم ضيعته بمؤونته إذا لم يكن ناتج الضيعة كافياً لمؤونة الإنسان وأنه ليس على من لم يقم ضيعته بمؤونته نصف السدس ولا غير ذلك فاختلف من قبلنا في ذلك من الشيعة فقالوا يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة مؤونة الضيعة وخراجها لا مؤونة الرجل وعياله فكتب فكتب إمامنا الهادي جواباً على سؤال إبراهيم وقرأه علي بن مهزيار عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان فما كان يدفع من ضريبة للدولة لا يحسب عليه الخمس إنه جزء من المصاريف اليومية ومر علينا فيما يرتبط بضريبة العشر باعتبار باعتبار أن الضريبة تدفع إلى الدولة وهي في ذلك الوقت تعد جزعاً من المصاريف اليومية في حياة الناس ولذا فإن الضرائب جزء من المؤونة وقرأه علي بن مهزيار عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان إنما يحسب الخمس في الأرباح المتبقية بعد أن يحسب الخراج والمصاريف التي صرفت على المزرعة والمصاريف التي يصرفها الإنسان في حياته اليومية بعد كل هذا إذا زاد شيء فإن الخمس يفرض على هذا الذي زاد من المؤونة ومع ذلك فإن الإمام الجواد في وقته جعل الخمس بمقدار نصف السدوس أعيد قراءة الرواية عليكم كي يكون المطلب واضحا حتى تعرف من أن أحكام الخمس ليس ثابتة ولذا في زمن معين هناك تشديد وتأكيد على إخراج الخمس من كل فائدة يستفيدها الإنسان في حياته من الفوائد المالية وفي مقطع آخر يباح الخمس بتمامه للشيعة وفي مقطع آخر يفرض مقدار قليل منه وهذا أدل دليل على أن الحكم الذي سار عليه الطوسيون منذ سنة 329 للهجرة وإلى الآن أن يأخذ الخمس كاملا من الشيعة هذا أدل دليل على بطلانهم وضلالهم وكذبهم فما هم ب أصحاب الخمس أصحاب الخمس هم الذين هكذا يفعلون هؤلاء لصوص الخمس سراق الخمس هؤلاء حرامية هتلية أتحدث عن مراجعنا العظام من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل القندرة وعنه عن علي بن مهزيار قال كتب إليه كتب إلى الإمام الهادي إبراهيم بن محمد الهمداني أقرأني علي كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياء أنه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة وأنه ليس على من لم يقم ضيعته بمؤونته نصف السدس ولا غير ذلك فاختلف من قبلنا في ذلك من الشيعة فقالوا يجب على الضياء الخمس بعد المؤونة مؤونة الضيعة وخراجها لا مؤونة الرجل وعياله فكتب فكتب إمامنا الهادي جوابا على سؤال إبراهيم وقرأه علي بن مهزيار عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان أعتقد أن واضحة 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 جدا 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 نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر